أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن هو فشل لبناني بحت نافياً أن يكون للعامل الإقليمي أي تأثير على مسار التشكيل وفي دردشة مع الصحفيين قبيل ترأسه اجتماع قتلة المستقبل في بيت الوسط قال الرئيس الحريري نحن الدولة لديها مشاكل اقتصادية ومحاطة بأزمات إقليمية وعلينا أن نشكل حكومة بأسرع وقت ممكن على أن تكون حكومة وفاق وطني جامعة يشارك فيها الجميع بحسب اتفاقنا السياسي معهم وإذ اعتقد أحد الأفريقاء أنه سيدخل إلى الحكومة بهدف التعطيل على فريق آخر فيكون ذلك أكبر خطأ ارتكبه وهذا يعيدنا إلى حكومات سابقة شكلت على أساس أنها حكومات وحدة وطنية ولكنها بالفعل لم تكن كذلك وأضاف الحريري الأساس في العمل الحكومي أن يكون قائما على التعاون بين كل الأحزاب لكي ننهض بالبلد وإلا سنخلق مشكلا داخل مجلس الوزراء معتبرا أنه لا شك أن بعض الأطراف ما يزالون متمسكين بشروطهم لكننا اليوم نشهد تنازلات طفيفة من كل الأطراف وربما لازلنا بحاجة إلى القليل من الوقت للتوصل إلى صيغة نهائية وتبع الرئيس الحريري هناك بعض التقدم في موضوع الحقائب والأعداد والأمر بحاجة إلى القليل من الوقت مؤكدا أنه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عندما يكون لديه شيء ملموس وعن مطالب القوات في الحكومة قال الرئيس المكلف حزب القوات صريح في مطالبه هو يريد إما منصب نائب رئيس الحكومة وإما حقيبة سيادية وقد رفض الحزب عرض أربع وزارات أساسية وموضوع الحقيبة السيادية يحتاج إلى بعض الوقت الإضافي والجميع يعمل على حلحلة العقد لكن المشكلة تبقى أن كل فريق وضع كل مطالبه في الإعلام ولا يقبل التراجع نافيا أن يكون الوزير جبران باسيل قد طلب منه إعطاء القوات حقيبة سيادية من حصته وردا على سؤال حول الجهة المعترضة على منح القوات حقيبة سيادية قال رئيس الحريري لا أحب أن أضع الملامة على أي حزب أو طيار أو تكتل لكن الجميع يعرف ما هي المشاكل والعقبات والمطلوب أن نجد المخرج الذي يجعل من الجميع رابحا من تشكيل الحكومة أما إذا أوحد تركيبة الحكومة بأن هناك خاسرا ورابحا فإن ذلك سيشكل عقبة في عملها أنا أريد أن يشكل حكومة يشعر فيها الجميع أنه حصل على الحصة التي يستحقها وأما بخصوص التصعيد الكلامي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي فقال الحريري وليد جنبلات مكون سياسي أساسي في البلد ولو يمكننا إنكار وجوده هو ربح الانتخابات في مناطقه وعلى جميع الأطراف أن يهدأوا فبماذا يفيد هذا الكلام طالما أننا شركاء في الوطن إذا كنا مختلفين في السياسة على مشاريع تنموية فهذا أمر مسروع أما غير ذلك من كلام فبماذا يفيد هو لا يقدم ولا يؤخر وعن مطالبة البعض تضمين الميان الوزري مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري كشرط لتشكيل الحكومة قال الرئيس الحريري عندها لا تتشكل الحكومة وهذا بكل صراحة وبشأن موضوع تأشيرات الحج أوضح الرئيس الحريري أنه كان هناك مطلب لبناني بزيادة عدد تأشيرات المخصصة لللبنانيين وهذا قد تحقق مؤكدا أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية مميزة وممتازة وهي حريصة على أن نشكل حكومة بأسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر